يعيش العراقيون وضعاً صحياً مأساوياً بسبب انهيار المنظومة الصحية في العراق منذ عام 2003 فقمه الفساد المالي والإداري الذي استشرى في البلاد وتهميش خدمة المواطن وظهر جلياً مع تفشي فيروس كورونا وعدم تمكن المنظومة الصحية من استيعاب المصابين بالفيروس هذا الواقع المتدهور للقطاع الصحي أقر به مؤخراً وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي قائلاً إن هناك خللاً في منظومة العراق الصحية وهو مستمر منذ سنوات عديدة بسبب قياب أي خطط مستدامة للوزارات المتعاقبة بهدف دعم البناء التحتية لهذا القطاع وأصغر دليل على ذلك هو افتتاح مستشفيين فقط من أصل عشرات مستشفيات على الرغم من بدء العمل بها منذ عام 2009 أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق والتي تفاقمت حدة أضرارها مؤخراً بسبب ارتباطها بشكل وثيق بتراجع القطاع الصحي ساهمت إلى حد كبير بازدياد عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير فأغلب المناطق في بغداد والمحافظات الأخرى تعيش حالة قطاع شبه كامل للتيار الكهربائي وهذا ما دعا خلية الأزمة النيابية للتحذير مجدداً من ارتفاع معدل الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا ودق ناقوس الخطر مبينة أن الانقطاع المستمر للكهرباء سيؤثر بشكل كبير على حياة المصابين وخاصة الذين يلتزمون الحجر المنزلي علاوة على تأثيره على المصابين في المستشفيات الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعية التي تعمل على التيار الكهربائي كذلك بيّنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مؤخراً أن ترد الوضع الصحي وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية قد يمضي بالبلاد إلى كارثة إنسانية لا تحمد عقبها ترجمة نانسي قنقر